السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بجميع متتبعين الأوفياء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا أيضا بالمشاركة الجدود ما تنسوش ديروا اللايك والشارك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسوش أيضا تتابعوني على الانستغرام سوف نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق الأول الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن جولة في شوق قليل بي بمدينة القصر الكبير في طريق دربات ديال المنعش العقاري عبد الوهاب سوف نخلي لكم رقم الهاتف دياله في صندوق الوصف سوف نقربكم في هذا الفيديو من الفصلة والفينيسيون كامل تابعوا معايا إلى الآخر شوفوا معايا هنا في الدخلة ديال العمارة السباغة المستعملة في الكولوار هي سباغة مائية يعني سباغة ديال المات وفوق منها أقول أغريفي بالإضافة إلى البوند اللي دازوا بالصباغة ديال استيلا هاد السباغة هادي عملية بزاف كتغسل بحالة بحزة ليجي يعني كتغسل بالما ما شي غير كتتمسح بحال السباغة ديكور بالنسبة للناس اللي عندهم تكرفيز في الدار يعني كي يعني يدخلوا الخرج بزاف دياف الدرالي كيدخلوه كيدخلوا الدراجة ديالهم في الكولوارات يعني كيكون تضغط بزاف على الكولوار هاد السباغة صالحة لهم حسن من السباغة ديكور لأن كي ما كتعرفو سباغة ديكور سوء ان كان تخيل أو فيروز أو ستيكو كيتمسحو يعني كيتمسحو بشيفون فازك أو لبقل قط ولكن ما تقدرش تغسلو بحال الزليج يعني هدي أنسب للوم هاد السباغة يعني الفينيسيون كيختالت من منزل لمنزل لحسب الخصوصيات كل منزل بوحده كي ما قلت لكم يعني في الكوزينات في المطابق حتى في السباغة نفس لهذا را غادي نقول لكم وهاد السباغة هدي صالحة حتى ندروج يعني عملية بالنسبة للناس اللي كي سولوني لسباغة ديال الدروج وعندهم تكرفيز بزاف يعني عملية أما السباغة دي قررتها هي كتتمسح كي ما كنقول لكم دايما ولكن ما كتتغسل شي هاد السباغة كي ما كتشوفوا معايا في الأول ديال الفيديو هي كتجي فيها وحد نوع من البريون ديال القريفي ديال كولا قريفي ولكن سميمات يعني ما كيكونش هذك البريون كتير يعني تنظرة ديالها را كتجي مزيونة هنا يا صورت لكم الأبواب ديال الشقاق المستعملين يعني نوع ديال الباب المستعملة هدي الباب الشقاق وعاد نسول لكم الباب ديال الغرفة تقريبا نفس الدكور هاد الباب هادي التمن دياله كامل يعني بالكادر بكل شي بألف وسمية درهم مخدومة باللاطي ان شاء الله غاد نخلي لكم في صندق الوصف الرقم ديال السباغ بالنسبة لسباغ هو اللي سباغ للمنزل ديالي سينوردين غاد نخلي لكم الرقم الهاتف دياله وغاد نخلي لكم الرقم الهاتف حسد ديال النجار عنده خدمة مزونا ورانا ندفع كله واحد الأبواب ديال الغرفة للمنزل ديالي غاد نشاركوه نشاركوه معاكم إن شاء الله بحول الله هادي الدخلة ديال الشقاق حاولوا ما أمكان شوفوا معي حتى الفصالة لأنك تجيني أسئلة كثير على الفصالة كيفاش نفصله مثلا المنزل ديالنا أول حاجة اللي غاد نقول لكم نديه وتفصله حاولوا ما أمكان الصالون هو اللي يكون قريب من الباب يعني منيك تفتح الباب إلا كان عندك الكولوار خصوصا إلا كان عندك في الطابق الثاني مثلا كتلقات دخلاء حاولوا ما أمكان يكون الصالون هو اللول وعاد لك أنه الغرف يكونوا في شي جهة يعني بإيدة شوي على الباب باش كتكون واحد نوع من الاستقلالية يعني تلك أنه مثلا ضياف أو لأجانب يعني مباشرة من الباب ما كيدخلوش ما كيدوزوش يمقدم أبواب الغرف نيشان كيوصلون مثلا سيجوغ أو صالون يعني كيكون بحل هات الجانح هذا مستقل يعني هاد الفكرة حاولوا دائما ميجيوز فصلو تستحضروها في رأسكم هذا هو الصالون مفتوح للسيجوغ كنحاول ما أمكان نصورو لكم من جميع الجهات باش تشوفوا الفصالة معايا بالنسبة للسيباغة كيما قد كم هي السيباغة ديا النور دي اللي سيباغة للمنزل ديالي هادي هي الدخلة ديال الباب الباب مفيني من بره ومن داخل يعني الفينيسيون على جوز جهات كيما كتشوفوا معايا الدار كاملة مخدومة بستيلا يعني سيباغة ديكورت بارك الله المنعيش العقارة عبلوهاب يعني الشقخ دياله كيعطيها حقام الفينيسيون يعني ما كيبغيش يدير غير اشياء يعني هكا وكيدوز حيث مثلا ساكن للبيع اولا ساكن جاهز بحالك يديروشي اخوان هادي غرفة ديال النوم أنا في الباب دياله بالنسبة لأبوبرة كاملين ديال الغرف بحال الباب ديال المنزل هاد اللون سومو ديال السباغة بالنسبة لسباغة في تصوير رمكتبنشي كيما هي لانتوما عارفين هاد القضية هادي اللون في تصوير كي تبدل بزاف ديال السباغة لان بحكم ان هاد النوع ديال السباغة اصلا يعني الاضاءة كتلعب دوري يعني لا شفتها مو حد جيها كالتاكلون الامشيتين قنط اخر تقدر تاكلون وحد اخر كنصور لكم النافيدة كنبيلكم بان احساس راجم راهم مزل جوم يعني فكرف هاد المسألة هادي هاد الحيطة هادا ديال الرص ديال كاما تدرب بسباغة بحال بابيبان رانجوم ما كتعرفوها بطبعا هاد الحيطة هادا بوحده اللي تدرب هاد سباغة والاخرين كاملين دايرين بستيلا بالنسبة الثمن ديال هاد الشوقة هادية رهاجات على جوج واجهات يعني شوقة كي ما كان قولوه الثمن ديال 36 مليون بالنسبة سكان مدينة الاقصار الكبير اللي بغى يتواصل مع السعب الوهاب هاد نخلي لكم رقم الهاتف هاتف صندوق الوصف راح حاليا دباب كي يبني في طريق الرباط وحاليا عندو شوقة وحد اخرى كي يبنيهم في طريق العريش غادي ان شاء الله نقربكم منو محتهما هادي غرفة واحد اخرى استيلا بالرمادي نتمنى يكون تصوير واضح يعني كنقربكم من الجابس ومن صباغة هي من نوافيد بالنسبة هات صباغة كي ما قلت لكم ما تنسوش ما تنسوش صباغة يدير لكم للا استيراج ديالة خاص به رانا كنت صورتو لكم فوحد الفيديو من الفيديوهات ديال المنزل ديالي ما يدير لكمش للا كولا غريفي لانا كولا غريفي وخطة هي كترد صباغة عملية وكتقدر تغسلها فعلا وتمسحها ولكن رغم ما كتبقاش صباغة فاديك اللامعان ديالة يعني شوية كتنقاس البريون ديالة بخلاف الى درتيل السيراج ديالة كتتحافظ عليها كي ما هي هاد الغرفة هادي عند البالكون على برا يعني كتخش كتلقى البالكون كتحافظ على هادك اللامعان ديالة كي ما هي وفي نفس الوقت كتقدر تمسحها يعني كتولي عملية بزاف ديال اخوان كي سولوني على هاد النقطة هادي ورا انا كنت صورت لكم حتى هادك السيراج القرعة ديال السيراج ديالة كنت صورت لكم في فيديو في المنزل ديالي هاده هاده هي الجهة اللي فيها الغرف يعني في هادك جوج الغرف اللي وردتكم وفيها احتى الكوزينة هاده لانفاس ولي في جهة ديالي من الحمام يعني تقريبا جاو في جانح واحد يعني بالنسبة للفصالة حاولوا ما امكان الغرف يكونوا قرابين من الحمام يكونوا قرابين من المطبخ يعني بحالك يكون هادك الجانح ديالكم خاص بكم يعني مثلا من الغرفة كتمشي للكوزينة يعني بحال يمستقل والجهة ديال السيجوغ والصالون يكونوا هما اللي قرابين من الباب وبحال يكونوا بوحدهم يعني يحاولوا اللي بقعات كيف الصال جديد يحاول يدير هاد القضية هاده استحضرة في الباب دياله ولو يكون مثلا مشي شقة يعني تكون منزل دياله مستقل ومثلا عنده طابق فيه فيه الكوزينة وفيه الصالونات في هادشي يحاول الصالونات يجيوه في جهة بوحدة والغرف مع الكوزينة ومع الحمام يجيوه في جهة بوحدة يعني كيكونوا اقرب مع بعضياتهم بالنسبة هادين الباب ديال المطبخ حتى هي بحل الأب وبالأخرى زايد لغير هاد الزج حتى لبواني تاهمت ديكور ديالهم سامبل وجو لبواني مزونين يعني في نيسيون راقي ماشي مدربز بعد المرات كتحسب شي حاجة ماشي في بلاستة هادي نقارر بكم دهبا من المطبخ من كيني البلاكارات غير لسحت بالنسبة الناس اللي مثلا بغين يشيروا هادك شي من بعد كيزيدوا البلاكارات من الفوق هادي البلاسة ديال لابا دورا كيجيني بزاف ديال الماكينة ديال تسبين كيجيني بزاف السؤال ديال كيفاش عن دير يعني الليباني الطابلة ديال الكوزينة والقياس العلو ديال الآلة ديال الغاسيل بالنسبة البلاسة ديال الماكينة ديال تسبين ما تبنوش فوق منها الطابلة يعني كدو صغير رخامة ورخامة ما يكونش ننف ديالة مدوبل يعني باش تقدكم لان العلو ديالة تقريبا هدك 85 سنتيم يالله تجيكم الطابلة دايزة او ما مدوبلاش باش ما تجيكمش البوتاجي عالي يعني كتر من 90 لانا غادي عدبكم وفي نفس الوقت ما تجيكمش البلاسة ديال لابا دورا يعني ما مساوياش مع البوتاجي كامل هادك الدكور شوية كيجي ناقص في المطبخ شوفوا معي هنا يا بنسبان بلافون ناس اللي كيسولو مخصومش يدروا فو بلافون كامل مثلا البيزة وباغين يديروا ليس بوت في هاد المطبخ راه كان غير القبص دايزة غير في الجناب وهابط يعني بإمكانك تدير له لاد او لا تدير له ليس بوت يعني هاد طريقة هادي كتنقص عليك ليشارج وكتجيم زيونة اما بالنسبة باقي أركا للمنزيل كامل كما كتشوفوا معي هنا هو مخدوم بفو بلافون هادية الدخلة ديال الدار مع الصالون يعني سيجور مفتوح مع الصالون لانا بزفد الناس كيلقوا صعوبة في الفصالة يعني وخاك ياخدوا البلون كيكونوا أشياء محيرين هون فين عن مثلا فين عجل غرفة فين عجل كوزيناش وش السيجور غادي نفتحوا على الصالون بالنسبة هادك الصالون مع السيجور ماشي بضروري يديروا هادك الحيوط القصار او لا تدير لا سيباغاسيون لابغي تديرها كدكور ماشي مشكل او لا بغيتها مثلا تفصل بين جوز الصالونات يعني بحل يكونوا مستقلين هكا ماشي مشكل ولكن إلا كنت بغي كل شي يجيك مطلوق مثلا وما كانش عندك واحد مساحة كبيرة باش تدير نظرة كبيرة ماشي بضروري يعني تدير لا سيباغاسيون يعني يكفي أنك تخدم الفو بلافون ديال صالون بوحدو ديال صالون الآخر او لا سيجور بوحدو كافية وتفرق بيناتهم وخا غير بادك ماشي بالقوس يعني كتكون هابطة على شكل كاري كافية يعني كيكون غير القبص مختلف يعني جاني هاد السؤال أنا علاج دبا بعد مرات كنشير نشي نوقات لأن هادون بي الأسئلة اللي كانت وصل بها بزف يعني لأن هاداك الحيوط القصار ولا هادا كيدي يكون نظرة مام يعني ما كتبقاش المساحة كبيرة خصوصا إذا ما كانش صالونات كبارين بزف نتمنى الفيديو يكون أعجبكم وستفدتم منه ما تنسوش اللايك والاشتراك باش وتفعلوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد المزيد من التشجيع والدعم حاولوا تبارتاجي والفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وغادي نخلي لكم رقم الهاتف ديال الصباغ وديال النشجر وديال المنعش العقاري في صندق ديال الوصفة هادي الباب مباشرة كينا الصالون وهاد القنت اللي مصوره لكم آنت ما فين كينا الغراف والكوزينة والحمام كنضر الفكرة واضحة شكرا لكم بزف بزف لتعم ديالكم وبسلام عليكم في فيديو آخر ان شاء الله بحول الله